السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصفحة الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل اسئلة كتاب الايزو معنا النهاردة صفحة مية خمسة وتلاتين السؤال رقم خمستاشر تحليل كمي كتلي مسائل التطاير مستمرة معنا بقى فكارها المختلفة سؤال بيقول لي فيه الملح المتهدرة MCL2XH2 يرتبط اثنين من عشر مول من الملح غير المتهدرة مع سبعة وتمانية من عشرة جرام من الماء فاذا علمت ان الكتلة المولية للملح المتهدرة مية سبعة واربعين جرام فان الكتلة الزرية لفلز م تسوي هنكتب المعادلة بتاعتنا المعادلة بتاعت التطاير MCL2.XH2O الناتج هيبقى MCL2 زائد XH2O بعد ما كتبت المعادلة هنبدأ نعمل ايه؟ نوصل هنا كده ونقول له اشتغل بالجدوى للدور ده هنقول هنا كده كتلة كتلة مول بعد كده هنقول له عدد مولات بعد كده نسبة عدد مولات انا كده جهزت ليه؟ جهزت الجدول بتاعي تعالى بقى نعوض من معطيات المسألة بقول لي في الملح المتهدرة اللي هو ده يرتبط 2 من 10 مول من الملح غير المتهدرة يبقى هنا عدد المولات على طولنا جاهز لان انا معرفش قيمة الام عدد المولات كام 2 من 10 مول تماما مع 7 و 2 من 10 مول يبقى هنا كده 7 و 2 من 10 مول كتلة المول من المية معروفة كام 18 احسب عدد المولات يلا 7 و 2 من 10 على 18 بيساوي 4 من 10 مول بعد كده اتجيب له نسبة عدد المولات تقسم على دي في الناحية تين؟ هيتطلع هنا واحد وهنا كام اتنين بعد كده نشوف باقي المعطيات في المسألة بقول لي فاذا كانت الكتلة المولية للملح المتهدرة بتساوي 147 فان كتلة الفلز يبقى هنا دي كول لها بتساوي كام مية سبعة واربعين هنقول له الام مجول ما عرفوش الكولور اتنين في خمسة وتلاتين ونص يعني واحد وسبعين المية اتنين في تمنتاشر يعني ستة وتلاتين بيساوي مية سبعة واربعين دول يتجمعوا وتنقلوا الناحية التانية بعكس الاشعار يبقى الام بتساوي مية سبعة واربعين ناقص واحد وسبعين وستة وتلاتين مع بعض الناتج بيساوي اربعين درام اللي هو الكالسان يعني الصغة بتاعتك لو انت عاوزها تبقى سي اي سي ال تو تو اتشي تو او يبقى نختار له اربعين درام اللي هي كتلة المولية بتاعت المادة يبقى الاختيار هيكون جيدة نروح لي السؤال رقم 16 ايا مما يالي يدل على تسخين عينات كلوريد باريوم سنائي متهدرت سنائي الهايدريت يعني في اتنين حتى سبات الكتلة طيب كلوريد الباريوم سنائي الهايدريت يعني ايه يعني في اتنين ماي يعني الصغة بتاعته ايه الصغة بتاعته كده بي اي سي ال تو دوت تو اتشي تو او ده معناه بقول ايا مما يالي يدل على تسخين عينات كلوريد باريوم متهدرت سنائي الهايدريت حتى سبات كتلته الكتلة المولية الكولوريد الباريوم اللمائي اده بي ايه سي ال تو زائد اكس اتش تو او الكتلة بتاعتنا هنا بولي ميتين وتمانية او ماشي الكولوريد الباريوم المتهدرت او اللمائي بتسوي كام بتسوي ميتين وتمانية وكتلة المياه انت عارف اتنين في تمنتاشر يبقى ستة وتلاتين يبقى الميتين وتمانية بيرتبطوا كام بالستة وتلاتين حيلو ايه لما اجمعهم الاتنين مع بعض هاجبلو دي يبقى ميتين وتمانية وستة وتلاتين هنا هيبقى اربعة اربعة اتنين يبقى ميتين اربعة واربين نتأكد بالقالة الحزبة مش مستهلق قالة حزبة طيب بقولي هنا بقى احنا عاوزين نشوف اللي بيعبر الكتلة بتاعتنا كام يا شباب هنا في المسألة بدء باتنين وسبعة من عشر يبقى كتلة المادة بتاعتنا بدء بكم باتنين وسبعة من عشر انت هتقولي اللي ميتين واربع واربعين بيرتبطوا بمية او بيبقى فيهم مادة دهية ميتين وتمانية لما يبقى اتنين وسبعة من عشر يبقى فيهم المادة الغير متهدرته اكس اضرب طرفين في وسطين يبقى الاكس بتساوي اتنين وسبعة في ميتين وتمانية على ميتين اربعة واربعين الناتج الناتج هيكون اتنين وتلاتة من عشر يبقى هي هتبدأ من عند اتنين وسبعة وتثبت عند اتنين وتلاتة من عشر اللي هو الاختيار دي في طريقة تانية اي في طريقة تانية هي نفس الطريقة المقاص هنكتب المعادلة كده بي اي سي ال تو تو اتش تو او هيبقى عندي هنا بي اي سي ال تو زائد تو اتش تو او الدور ده بقى نتعامل مع المادة دي والمي هي نفس الفكرة تقريبا تحط هنا متين اربعة واربعين فيهم مية ستة وثلاثين تقولي لو احنا عندنا اتنين وسبعة من عشر يبقى فيهم مية اي اكس تدرب طرفين فيه بوسطين يبقى الاكس بتساوي اتنين وسبعة في الستة وثلاثين على متين واربع واربعين الناتج الناتج تقريبا اربعة من عشر اربعة من عشر تقريبا طيب طالما اربعة من عشر اهو طالما اربعة من عشر يبقى المادة بتاعتك هتبدأ باتنين وسبعة وتنزل لاربعة من عشر يعني تنزل لحد اتنين وثلاثة من ايه من عشر يبقى برضو الاختيار دهل خلاص شباب كده يبقى الايجابة هتكون دي نروح للسؤال رقم سبعة واشر يقول هنا في الشكل المقابل يوضح التغير في كتلة مادة متهدرتة بمرور الزمن عندها تسخين بدأت الكتلة بتاعتك كام بواحد وتلتمية تسعة وتمانين وثبتت عند سبعمية تسعة وسبعين من عشر سبعمية تسعة وخمسين من عشر تمام كده؟ بولي ايا مما يالي صحيح اذا كانت كتلة الكتلة الجزائية للمادة غير المتهدرتة مية واحد وخمسين وتمانية من عشر فان عدد ملات الماء المرتبط بالمول من تلك المادة بيساوي سبعة من عشر والله محتاجين نحسب يعني هنا الراجل بيعطينا موطيات وبقول لي كامل مسألة بقى هنا عاوز عدد ملات الماء المرتبط يساوي سبعة هقول له احنا عندنا قانون بنجيب عدد ملات عدد الملات ايه مصر؟ عدد الملات بيساوي كتلة الماء وتحت كتلة مول ماء وهنا كتلة مول من مادة غير متهدرتة وهنا كتلة المادة الغير متهدرتة ده القانون اللي احنا بنشتغل به على طول مباشر كتلة الماء في المسألة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن الفرق ما بين الواحد تلتمية تسعة وتمانين واحد تلتمية تسعة وتمانين ناقص سبعمية تسعة وخمسين من الف سبعمية تسعة وخمسين من الف قافل القوص وتعالى هنا بقى شوف كتلة مول المادة غير المتهدرتة بمية واحد وخمسين وتمانية من عشر مية واحد وخمسين وتمانية من عشر كتلة المول الماء تمنتاشر كتلة المادة الغير متهدرتة اللي هي سبعمية تسعة وخمسين شوف كده عدد الملات لو طلع سبعة يبقى قطر خير وريحنا انها تتطلع سبعة الحمد لله يبقى احنا كده ما عدناش هنكمل مسألة ولا حاجة يبقى انت هتكتب كده سبعة مول وتختار له ايه الف كله بالقانون وبعد كده حضرتك تتأكد ان الباقي خطأ يعني هنا بقول نسبة الماء في العينة تساوي خمسة وتلاتين وخمسة واربعين من مية فانت هتقسم كتلة ماء التبلر اللي هو الفرق من الاتنين على الكتلة اللي هو فيه وتضرب في مية فانت هتطلع معك خمسة وتلاتين خمسة واربعين بقول لها تثبت كتلة العينة خلال زمن من تي سري لتي تو زمن ثبت من تي سري الى تي فايف او بقول لها منذ بداية التسخين ثبتت تثبت كتلة العينة خلال الزمن تي سري تي تو من بداية التسخين اقول له لا بدأ عند تي سري لتي فايف الى جبتين الف وبقى صحيحة لا هي الف بس اللي صحي بنختار له الف فقط ان حضرتك هتتأكد زي ما قلتلك هتحسب كتلة ماء التبلر اللي هي الفرق بين الكتلتين بتقسمها على واحد تلتمية تسعة وتمانين من الف وتضرب في مية مش يطلع معك الرقم ده بقى الاجابة بتاعتك تكون الف نروح للسؤال رقم تمنتاشر اخر سؤال في حلقتنا اليوم جولي اذا كان عدد مولات ماء التبلر في خامل لومونايت اتناشر مول فان عدد مولات الف اي تو او سري بيسوي كم طبعا السؤال ده ربط به الباب الاول انت عندك خامل لومونايت تو اف اي تو او سري سري اتشي تو او حضرتك ده لما يحصل له تطاير ف اي تو او سري زائد سري اتش تو او ده ان اسمه مول ليمونايت مول ليمونايت بيتقسم الى اتنين مول من ف اي تو او سري وتلاتة مول من الماء الراجل بيقولي احنا عندنا كم مول مية بقولي اذا كان عدد مولات ماء التبلر في خامل لومونايت اتناشر فان عدد مولات الف اي تو او سري يبقى هنا التلاتة وصدهم اتنين يبقى الى اتناشر وصدهم اكس تضرب طرفين في وسطين يبقى الاكس بتساوي اتنين في اتناشر على التلاتة التلاتة فال واحدة التلاتة فال اربعة يبقى كده كان مول تمانية مول يبقى الاجابة بتاعتك هتكون دال بكده هنبقى وصلنا لحلقة اليوم تنظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة توفيق شباب في موقع قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته